موسيقى نشرة آخر اليوم من قناة المهرية أهلا بكم والبداية بالعدل موسيقى وزير النقل المستقل يتهم رئيس الحكومة بالموافقة على قصف الإمارات لقوات الجيش في عدم موسيقى ميليشيا الانتقالي تختطف مدير ميناء سقطرة وتمنع مدير المطار من مزاولة عمله موسيقى حملة لمصادرة الدراجات النارية في المهرى ومدير الأمن يؤكد أن الأجهزة الأمنية لا تخضع للإنلاءات موسيقى أهلا بكم إلى نشرة نسلط الضوء فيها على اختطاف مسؤولين حكوميين في سقطرة وتصريحات وزير النقل المستقل صالح الجبواني حول تورط رئيس الحكومة في قصف الجيش بعدل موسيقى 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 اهلا بكم اتهم وزير النقل المستقل صالح الجبواني رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك بالموافقة على الضربة الجوية التي شنها طياران الامارات على قوات الجيش في منطقة العلم بمدخل العاصمة المؤقتة عدن واكد الجبواني في تصريح المهرية ان ضابطا رفيعا في غرفة العمليات المشتركة للتحالف اكد ان الضربة الاماراتية تمت بعلم رئيس الوزراء وبعض المسؤولين وطالب الجبواني مجلس النواب بفتح تحقيق في مذبحة الجيش التي راح ضحيتها اكثر من ثلاثمائة ضابط وجندي كما طالب اليمنيون بالخروج ضد الحكومة التي تواطأت مع انقلابية عدن وسقطرة لصالح ميليشيا الامارات الى السقطرة حيث اختطفت ميليشيا الانتقالية المدعومة اماراتيا المدير العام لميناء سقطرة رياض سعيد سليمان قضى مصدر مطلع ان ميليشيا الانتقالية اختطفت سليمان من الميناء واقتادته الى احد السجون التابعة لها في المحافظة مؤكدا ان اسباب الاعتقال لا تزال مجهولة يشار الى ان مدير الميناء المختطف ابلغ الرئاسة والحكومة في سبتمبر الماضي بدخول سفنة اماراتية للميناء بطريقة مخالفة ودون اذن من السلطة الرسمية الى ذلك منعت ميليشيا الانتقالية المدعومة اماراتيا القائمة باعمال مدير مطار سقطرة يا ديحيا مبارك من دخول المطار لمزاولة عمله واكد مصدر خاص للمهرية ان نقطة عسكرية تتبع ميليشيا الانتقالية الواقعة قرب بوابة مطار سقطرة منعت المسؤولة من الوصول لمقر عمله في المطار بامر من قائد ميليشيا الانتقالية عبدالله احمد تجددت حملة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الانتقالي ضد مسؤولين محليين مناوئين للامارات في جزيرة سقطرة التفاصيل في سياقها التقرير رفض دخول سفينة اماراتية الى ميناء سقطرة فكان مصيره الاختطاف والتغيب هكذا فعلت ميليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات بحق مدير ميناء الارخبيل رياض سعيد سليمان حيث اكدت مصادر محلية ان الميليشيا الانتقالي اعتقلت مدير الميناء واقتادته الى احد السجون التابعة لها بالتزامن مع منع القائم باعمال مدير مطار الجزيرة اياد مبارك من مزاولة عمله لم يكن الاعتقال الاول الذي يتعرض له مدير ميناء سقطرة فقد سبق ان حاولت الميليشيا اعتقال الرجل ومنعته من مزاولة عمله ونصبت نقاطا امنية بالقرب من ميناء الجزيرة ناهيك عن طرد قوات خفر السواحل الحكومية لكن هذا الاعتقال تزامن هذه المرة مع تصاعد الخلافات بين الانتقال والسعودية ودعوات المجلس المدعوم من الامارات للتظاهر ضد القوات السعودية المتمركزة في الارخبيل كما ان حادثة الاعتقال هذه لم تكن الوحيدة فقد سبقتها جملة من الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطين والمسؤولين المحليين المناوئين للامارات والرافضين لسياسة ميليشيات الانتقال القمعية في الجزيرة الى المهرة حيث استنكرت اللجنة الاحتجاج السلمي في مديرية شحن بمحافظة المهرة الحملات الاعلامية السعودية التي تسادف ابناء المهرة ودانت اللجنة التحريض المباشر ضد قيادات لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة مؤكدة ان الايام اثبتت كذبت دعاءات السعودية الزاعمة بوجود التهريب في المحافظة على صعيد اخر دشن مدير امن محافظة المهرة العميد مفتي صامودة الحملة الامنية لمنع الدراجات النارية في مدينة الغيظة عاصمة المحافظة واكد العميد صامودة ان الاجهزة الامنية والعسكرية تنفذ قرار اللجنة الامنية لمنع الدراجات النارية نهائيا في المحافظة وضيفا ان الحملة مستمرة على مدار الساعة حتى يتم تحقيق اهدافها كاملة واشدى باداء الوحدات الامنية والعسكرية بالعمل المشترك لتحقيق الامن والاستقرار في المحافظة تلاقينا عدد شكاوي كثير من المواطنين ان السبب ازتحان في السير حوادث كل يوم شكل خطر على المجتمع وفي نفس الوقت من جانب الامني تبدأ هذه الحملة بذل الله تعالى اليوم ونشتي يكون في تفاعل وتعامل جيد مع المواطنين وضبط اي سيكل ما نشتي اي دراجة تمشي في الشارع خلال هذه الحملة او بعد هذه الحملة الى ذلك اكد مدير امن المحافظة ان الاجهزة الامنية لا تخضع لأي املاءة من اي طرف كان وانها تعمل تحت القيادة الشرعية واضاف صمودة في تصريح للمهرية ان الاجهزة الامنية والعسكرية لن تتهاول مع من يريدون العبثة بامن واستقرار المهرة انتم ابطال قدمتم كثير من المهام الناجحة الكل ينظر اليكم فانتم صمام امان هذه البلد وانتم رجال هذه الوطن والامان معقودة عليكم في حماية استقرار هذه المحافظة الامنة المستقرة وسوف نكرر رسالتنا من ارادة ان يعمل في امن هذه المحافظة استقرارها سنظر بدي بن حديد ولن نتهاون او انتقاع ساون نتكاسل ولن نرتل اي اقرارات او املاءات غير ما تمليها علينا القيادة السياسية تحت راية الجمهورية اليمنية نتملكم التوفيق والنجاح في هذه الحملة واشتروا لخور قائد العسكرين قائد كل كيفة الوحيات العسكرية والامنية المشاركة في هذه الحملة وانشاء الله بذلنا تعالى تكلن بالنجاح وفي السياق ذاته قال مدير شرطة السير في محافظة المهرة الملازم حسين المراني ان الحملة ضبطت اكثر من 60 دراجة نارية واكد الملازم المراني ان الحملة حققت في ساعاتها الاولى انجازات كبيرة مشيدا بالاجهزة الامنية والعسكرية في ادائها وتنسيقها الكامل للحفاظ على امن واستقرار المحافظة انطلقت الحملة الشاملة للدراجات النارية اليوم بعد التدشين في دارة عامل المحافظة لكمنا الوحدات العسكرية والامنية كامل لضبط الدراجات حيث حققت نجاح باهر في الساعة الاولى الى الان تم ضبط 61 دراجة الى هذه اللحظات من انطلاق الحملة مدة ساعة وان شاء الله مستمر العمل ضد الدراجات النارية التي تسببت في الحوادث المرورية تسببت في المخالفات الجسيمة لقيت حملة مصادرة الدراجات النارية في المهرة ردود فعل متباينة فبينما تبرر السلطة المحلية هذه الحملة بسبب تحول الدراجات النارية الى وسيلة مقلقة امنيا ومروريا يشكو ملاك هذه الدراجات من توقف مصدر دخلهم الوحيد مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقارير اتحولت الدراجات النارية الى مصدر قلقة لسلطات الامنية والمواطنين بضل العشوائية السائدة مع غياب الكوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الوسائل التي تزايدت وانتشرت بشكل كبير وتزايدت معها الجرائم الامنية وحوادث السير المروعة اتخذت اللجنة الامنية هذا الغرار لما من شانه تطبيع حركة السير وتنظيمها ووقف حركة الدراجات التي تسببت في كثير من المشاكل في المحافظة بحكم كثرة تواجدها وعدم ترغيمها والعشوائية في استخدامها حملة املية كبيرة بدأت السلطة الامنية في المهرة لمساطرة الدراجات النارية تنفيذا لقرار اللجنة الامنية في المحافظة بمنع الدراجات النارية مهائيا ووسطا مخاوفا من تزايد استخدامها من قبل عناصر اجرامية خطرة وكذا استخدامها من قبل العناصر الارهابية اليوم تم تدشين حملة منع الدراجات النارية وذلك لما تقتضيها المصلحة العامة ولم تقتضيها المصلحة العامنية لان اغلب الحوادث التي توصل الى غرفة العمليات اغلب الحوادث المرورية هي حوادث الدراجات النارية وبهذا السبب تم منع الدراجات النارية بقرار من اللجنة الامنية ممثلة بالشيخ محمد علي ياسر رئيس اللجنة الامنية محافظة المحافظة نحن اليوم ننفذ توجهات مدير أمن المحافظة العميد مفتي سهيل صمودة بحول حملة على الدراجات النارية التي باتت تشكل زحمة السير يلجأ الكثير من الشباب العاطل عن العمل لشراء دراجة نارية باعتبارها وسيلة سهلة غير ان البعض استغل هذه العشوائية لممارسات غير شرعية فضلا عن تهور بعض السائقين وعدم التزامها بقواعد السير ما يؤدي الى حوادث سير مفزعة ما بين قرار المنع النهائي لاستخدام الدراجات النارية في محافظة المهرة وحاجة الكثير من الشباب والعاطلين عن العمل لفرص بواسطة وسيلة النقل هذا تبرز الحاجة المرحة الى ايجاد معالجات كانونية ميائمة بين الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وعدم الاضرار باصحاب هذه الدراجات المساطرة وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف المقدم زكريا اليوسفي رئيس عمليات الامن العام في المهرة اهلا بك ما اهم الاسباب الامنية التي دفعتكم لاتخاذ قرار مصادرة الدراجات النارية بالمهرة نعم الاسباب الاسباب كما تشدقه الى الدراجات من حوادث حيث اما اغلب الحوادث المرورية والمقا نعم من الدراجات النارية لذلك كما تشدقه من اجعاج وبقيق بالشواء والسحام نعم العمل للجنة الامنية اه لمنع لمنع النهائي لحركة التجارجات النارية لعاصمة العظل المهرة المهرة العيبة وقام مع العميد مفتي شهير صمودة مدير عام العمل الشرطاني من محاوضة المهرة تدفعين الحملة الامنية المشتركة من الوحدات التابعة لامن محاوضة المهرة والمحورة الغيبة بضغط الدراجات النارية نعم اذن الان تم مصادرة الدراجات النارية ما هي التعويضات التي ممكن ان تقدم للمتضررين من هذا الفعل وهناك اجراءات تعقوم هذه هذه الاجراءات الطابقة ويكون هناك حلول ان شاء الله وهذا لما تدفعوا من قرارات نعم نعم اذا هذا القرار يرفضه الكثير من ملاك الدراجات كما نعرف الذي يعتبر مصدر داخل لهم ما هو الحل برأيكم نعم يعني لا يكون حجم الكوارث والحوازف التي تستدفع على الدراجات النارية نعم نعم نتمنى منهم ان يكونوا بجانب هذا القرار وان يلتزموا وان يلتزموا وان يلتزموا قرار اللجنة الامنية نعم اذا تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع اعتماد التعويضات بإذن الله اذا المقدم زكريا اليوسف رئيس عمليات الامن العام في المهرة كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وضعت ادارة شرطة السير بالمهرة نقطة مرورية مؤقتة لمراقابة وتنظيم حركة السير في خط الموت بمدينة الغيظة لتفادي الحوادث المتكررة التي يشهدها هذا الطريق السريع واستجابة لما نشرته قناة المهرية واكد مدير شرطة السير بمديرية الغيظة الملازم حسين المراني بانه تم وضع النقطة للحد من الحوادث المرورية المتكررة واشار ان النقطة ستستمر حتى توسعة الخط لتسهيل حركة السير منعا لتكرار الحوادث المرورية واضاف ان النتائج كانت ايجابية ولم يسجل اي حادث منذ وضع نقطة المراقبة استجابة لما نشرته قناة المهرية على هذا العمل واستجابة للمحافظ ولمدير الأمن على خطة الموت من اقل تعمين السير والعمل على حماية ترواح الناس والالتزام بالضوابط والارشادات لصالح المواطن بدوره قلى مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرى محمد احمد عوشن ان الصندوق يبذل جهود كبيرة من اجل تحسين مدينة الغيظة عاصمة المحافظة واكد في تصريح للمهرية ان الصندوق يعمل بشكل سنوي على زيادة رواتب عمال النظافة بالمحافظة دعا المواطنين في مدينة الغيظة الى التعاون مع عمال النظافة ومساعدتهم في عملهم تجنب النظر اليهم بدونية باعتبارهم الشريحة التي تستحق التكريم كل ما ندعوه من المواطن ان لا ينظر الى عامل النظافة نظرة دونية لان البعض ينظر انت عامل انت دي هم اساس النظافة وهم الركيزة اللي نعتمد عليها في نظافة المحافظة سياسيا التقى الرئيس عبدالرب منصور هادي بهيئة مستشاريه ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وقال هادي ان الوضع الذي يمر فيه اليمن صعب وان المرحلة حرجة تحتاج تعاطي الجميع بمسؤولية كبيرة لتجاوز كل التحديات مشيرا الى ان وضع تصور لأولويات الحكومة المقبلة والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزرية الى ذلك اكد الرئيس عبدالرب منصور هادي دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الانساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون وبحث هادي خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك وهيئة رئاسة البرلمان نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية موثلها في الحكومة وخطوات تسريع اتفاق الرياض ميدانيا تجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الانتقالية المدعومة من الامارات في ضواحي مدينة زنجبار بمحافظة أبيان وأفد مصدر عسكري بأن قصفا متبادلا واشتباكات متقطعة اندلعت مع ميليشيا الانتقالي بعد قصفها مواقع تابعة لقوات الجيش في منطقة الطرية شمال شرق زنجبار واتهم المصدر العسكري ميليشيا الانتقالي بخرق الهدنة واستهداف مواقع الجيش في أكثر من محور مؤكدا أن القوات الحكومية ملتزمة بالتوجيهات القضائية بوقف إطلاق النار النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل أثمة وقود جديدة في عدن وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد قال النائب في مجلس النواب نجيب غانم إن التحالف السعودية والإمارات لا يرغب في الحسم العسكري لصالح الحكومة الشرعية وأكد غانم عدم وجود رغبة لقوى التحالف بالمساهمة الفاعلة في تأمين إدارة سياسية لدفع بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لحسم المشهد العسكري لصالح السلطة الشرعية حسب ما نقلت عنه صحيفة القدس العربية وأضف البرلماني أن هناك قوى إقليمية تخدم المشاريع الإنقلابية المنازعة للسلطة الشرعية لما يتخابل المجتمع الدولي الذي لم يدافع عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمشهد اليمني في سياق آخر شدد رئيس الدائرة الإعلامية للإئتلاف الوطني الجنوبي سعيد الناخعي على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة وفرض القانون قبل أي خطوة أخرى وأكد الناخعي في تصريح المهرية ترحب الائتلاف بأي خطوة أو جهود للتقارب بين الفرقاء وتفعيل الحوار السلمي محذرا من الإقصاء والوصاية وجدد موقف الائتلاف المساند الشرعية والرافض للممارسات الميليشيوية من قبل الأطراف الإنقلابية التي تحاول فرض مشاريعها بقوة السلاح إلى عدن حيث أعلن نادي القضاة الجنوبي رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات ودع القضاة لمباشرة أعمالهم ابتداء من اليوم وثمن النادي في بيان له التزام القضاة بتنفيذ القرار القاضي بتعليق العمل حتى تقوم ميليشيوية الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في عدن بتسليم جنود حراسة مقر محكمة البريقة المتورطين بالتعدي على عضو نيابة البريقة القاضي عواس كرامة وتحويلهم إلى النيابة وأكد النادي بأنه قد تم تسليم وإداع الجنود المتورطين في واقعة التعدي المذكرة في السجن المركزي وأخذ أقوالهم بحسب مذكرات وكيل نيابة السجن المركزي على صعيد آخر أفادت مصادر محلية أن أزمة وقود جديدة تشهدها العاصمة المؤقتة عدن في ظل انقطاع كبير للتيار الكهربائي وقالت مصادر بفرع شركة النفط المهرية إن الأزمة الراهنة حدثت بسبب عدم صرف حصة المحطات الحكومية من البنزين ما أدى لشلال تام بجميع محطاتها في المحافظة واستغرب سائقو المركبات عن سر توفر البوترول في المحطات التجارية وانعدامه في المحطات الحكومية مرجعين وجود جهات حكومية تقف خلف هذه المعاناة وتزامنت أزمة الوقود مع انقطاع للكهرباء تجوز العشر ساعات في معظم مديريات عدن التي تعيش بدون كهرباء بسبب نفاذ الوقود عن محطات الطعبة إلى محافظة شوى قتل شخصا وأصيب ثلاثة آخرون إذ اشتباكات مسلحة في مديرية حبان وقل مصدر قبلي للمهرية أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلافات على حدود زراعية وسواق بين مجموعة من أبناء آل مشفر وآخرين من أبناء آل باحاج وأضاف أن قوات الأمن وصلت إلى مكان الاشتباكات وأوقفتها مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة كانت بإقلاق السكينة العامة للموطني كما أوضح مصدر أمني أن الطرق القانونية والمحاكم في هي السبيل الوحيد لحل الخلافات والنزاعات بين شرائح المجتمع كافة في محافظة شبوى وفي شبوى أيضا وجه محافظ شبوى محمد صالح بن عديو بإعادة تأهيل مباني الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة وأكد بن عديو خلال لقاء جماعه بنائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري على الاهتمام بتعزيز القدرات الفنية لمركز المعلومات وتمكينه من القيام بوظائفه في خدمة موظفي الدولة ومحاربة الازدواج الوظيفي بالمحافظة كرم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي أوائل الخرجين من الكليات العسكرية الدارسين في مصر وروسيا وشدد المقدشي خلال الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع بحضور عدد من مسؤولي الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع على استمرار جهود إعادة بناء مؤسسة العسكرية وفق أسس صحيحة ليكون جيشا مؤهلا علميا وعمليا للقيام بواجباته في حماية أمن وسلامة البلاد واعتبر الوزير أن تخرج دفعات جديدة سيكون له أثر إيجابي في المواقع والميادين التي سينتقلون إليها بما يمتلكونه من مؤهلات معرفية تساعدهم في القيام بمهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار شهد ودي ثوب مديرية غيل بن يمين في محافظة حضر موت احتفالا بزواج مئة عريس وعروس وهن أواكيل محافظة حضر موت عمر بن حبريش في كلمة له الأرسان المحتفى بهم مضيفا أن هناك ضرورة لدعم وتشجيع مثل هذه المشاريع الخيرية والمبادرات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز قيم التعاون وتجسيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع هذا وحضر الاحتفال عدد من القيادات والوجهة والشخصية الاجتماعية والقبلية من وخلص مديرية محافظة حضر موت افتتحت كلية التربية النوعية بمديرية الخوقة جنوب محافظة الحديدة عامها الدراسية الأول بقسمي اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسوب في بادرة تعليمية هي الأولى التي تشهدها المدينة وأكد رئيس جامعة الحديدة دكتور حسن المطري في كلمة الافتتاح أن تأسيس الكلية تمخض عن تضافر جهود فردية تلبية لمطالب الشباب والمواطنين خاصة بعد عزل أبناء الخوقة عن مدينة الحديدة جراء المعارك وطالب الحكومة الشرعية بتخصص موزنة معتمدة لضمان استمرار العملية الأكاديمية داخل المناطق المحررة في محافظة الحديدة الجامعة تسعى لتأهيل كوادر المجتمع في التخصصة المختلفة لتلميات التنمية المستدامة لكافة مجالات الحياة الصعوبات تتمثل في عدم وجود البنية التحتية لظروف البلد وإضافة إلى أن المنطقة فيها شحة وعجز حتى في فرص التعليم الأساسي وأنتم تشاهدون الآن المدرسة وأن الكادر التدريسي غير متوفر بشكل كامل فكان لابد أن تنشأ كلية التربية النوعية في إيجاد الكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة مجتمعيا عقدت محكمة جعار الابتدائية بمحافظة أبيان جلساتها الجنائية لمحاكمة متهمين في قضية قتل واغتصاب واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام المقدم للنيابة العامة وأثناء مواجهة المتهمين بقرار الاتهام اعترف المتهمون باقتصاب وقتل المجني عليهم وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأحد المقبل لإعطاء المتهمين فرصة لإحضار محاميهم وشهدت أقاعة المحكمة وبواباتها الخارجية حضورا كبيرا من قبل الموطنين لما تمثل القضية من أهمية في أوصات الرأي العام رياضيا استعد نادي اتحاد المسي لاهبته بعدما تغلب على نادي فرتك الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد وفي المباراة التي تقام ضمن افتتاح مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من الدور التصنفي لأنذية المهرة أشد رئيس فريق الحكام بالاتحاد مبروك الجمعان للدور الذي قدمه الفريقان في المواجهة وهنأ جمعان أسود المسيلة بالفوز على فريق فرتك في المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وسط حماسي مشجعي الفريقين حقيقة المباراة اليوم في المجموعة الثانية كانت مباراة نارية حقيقة مباراة مهمة للناديين قدموا الناديين مباراة كبيرة قدموا فيها لمسات حلوة فيها جمهور ولكن الحمد لله استطاع نادي المسيلة أن يكسب هذه المباراة نحن اسلمنا في وقت ضيق والمباراة الماضية كلمتك أن روح المسيلة سوف تعود واليوم انت شفت المسيلة هذا عادة روحها عادة هيبتها اليوم كانت مباراة صعبة جدا وفرتك كان ند قوي وفريق ليس بالسهل يعتبر فريق زعيم وفريق البطولات ولكن الحمد لله بفضل الشباب وتكاتفهم وتعاونهم وأصرارهم على الفوز استطاعوا أن يتحقوا الفوز وجابوا الفوز بكل جدارة انتهت نشرتنا بإمكانكم الاطلاع على مزيد من الأخبار في موقعنا الإلكترونية المهرية دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أماني اشتركوا في القناة